تحياتي لكل عم بيتابعونا عبر موقع الفن وحبين يعرفوا أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية للأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2021 وراح نبدأ مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل عم بتفكر بكل الطرق يلي ممكن توصلك لاستقرار مهني سريع وراح تلعب بأحدى الوساطات دور مهم بترتيب وضعك المهني مع جهة مهمة أو حتى مع أحدى المؤسسات يلي حابب تشتغل معها أو تتعاون معها عاطفيا الحذر والتأني أصبح حاجة ضرورية بالنسبة لك بالوقت يلي ابتدت تشعر فيه بعدم الأمان العاطفي مع الشريك تحديدا بالإضافة إلى أنك مهتم بمتابعة أخباره الحياتية ومرائبته من بعيد لبعيد مولود ده برج الطوري بدأت تتعافى من وضع صحي من بعد ما كان مسبب لك نوع من التعطيل بأعمالك بأعمالك الخاصة أو حتى بوظيفتك طول الفترة السابقة ويبدو أنك أصبحت جاهز لاستقناف نشاطك المهني مع أكتر من محيط عمل كنت عم تتفاوض معه بالفترة الماضية عاطفيا رح توفي بوعودك للشريك ولو أنك متخوف من تصرفاته الصبيانية معك بالإضافة إلى أنه تجربتك معه فتحت لك عيونك على حسابات تانية مرتبطة بوضعك العائلة تحديدا مولود ده برج الجوزاء من المحتمل تخسر أشخاص كانوا عم بقدموا لك الدعم المهني كانوا عم بقدمونك الدعم المهني بشكل مباشر وقد يكون خسارتك لألهن هو بسبب العين بسبب الحسد لربما كمان يكون بسبب أنك كنت عم بتحكي عنهم قدام أشخاص ما بيتمنوا لك الخير وكمان عم نشوف كأنك قادم على قرار مالي تبدو مستعجل على إتمامه بأي شكل من الأشكال بسبب ضغوطات المالية يلي شوي متعبتك أو حتى عم حسستك بعدم الأمان عاطفيا رح تتخلى عن بعض الأمور يلي أصبحت ما بتتوافق مع استقرار علاقتك مع الشريك وبمعنى الصح كرمال عيونه ومن المحتمل تتيسر أمور كانت معلقة بتخص علاقتك معه بشكل مباشر مولود ده برج السرطان عم بتعيش أجواء مهنية غير مريحة ومن المحتمل تاخدك هيد الأجواء باتجاه عمل محدد قادر على تغطيته قادر على تغطية نفقاتك المالية بشكل تدريجي ويبدو أنك كمان جاهز للتفاعل معه بدون أي تردد يعني كأنه الأمور المهنية عن مولود ده برج السرطان فيها نوع من عدم الارتياح وكأنه عينه على مطرح تاني عاطفيا من الدرورة تتجنب الدخول بأي علاقة شخصية أو عاطفية مع زميل عمل وخصوصا أنه الفلك عم بتحدث عن سوق تفاهم عاطفي ممكن يحصل بينك وبينه بشكل مفاجئ مولود ده برج الأسد رح يساعدك أحد الزملاء بالتقرب من مكان عمل لكنت على علم مسبق بكافة تفاصيله المالية وتبدو جاهز لتقبل الأمر بشكل قاطع بدون حتى ما تفكر مرتين بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك عاطفيا رح تتخطى أزمة سوق التفاهم الموجودة ما بينك وبين الشريك من خلال مبادرة لطيفة ولكن من غير ما تحسم الأمر بشكل نهائي ما بينك وبينه مولود ده برج العزراء تبدو بحاجة للتأكد من سلامة وضعك المهني بسبب الضغوطات المقصودة يلي عم يفرضها عليك أحد الزملاء وعم بيخليك محتار بتمييزها كانت مسئوليات مطلوبة منك أو كيديات عم بيمارسها ضدك بشكل مباشر عاطفيا رح تنتهي من مشكلة خلافية كانت السبب الأساسي بتوتيرك نفسيا مع الشريك وكانت صدمتك برد تفعله معك أكبر من المشكلة بحد ذاتها مولود ده برج الميزان رح تستغل جزء من مكاسبك المالية وتشغيله بمشروع تجاري متواضع ولكن مش قبل ما تتأكد من إجراءاته القانونية ونتيجه القادمة إلى جانب اهتمامك بتحديد مصيرك تحديد مصير ووظيفتك الحالية عاطفيا رح تتخذ إجراءات عاطفية جديدة توفر لك الأجواء المناسبة لتهدئة الأوضاع الصعبة من جهة وتجنبك مخاطر الفراء المحتمل حصوله من جهة تانية ما بينك وبين الشريك وكأنه هالفراء هيدا فراء جديد مولود العقرب طريقتك باستعاب المشاكل يلي عم بتدور حواليك بشغل رح تجنبك من الدخول بأي مشكلة إضافية عم بتحاول أكتر من جهة اتورتك بالأمر فانتبه عاطفيا تبدو متمسك بالشريك ومتمسك بإصلاح ظروفك الحياتية معه بسبب التعقيدات اليومية اللي عم بتواجهك وعم تجبره على صدك بدون ما يكون عندك علم بخلفية التصرفات والمتنقدة معك مولود برج القوس انفراجات مهنية قريبة رح تكون عنوان المرحل القادمة الخاصة فيك ومن المحتمل هيدا الأجواء تحررك من مشاكل الضغط النفسي والمالي لمسيطر على جوانب حياتك العائلية بشكل واضح عاطفيا تحديد المواضيع الخلافية الوقفي بطريق استقرارك مع الشريك يعتبر أمر أساسي إذا كنت ناوي تفتح صفحة جديدة معه ونصحتنا إلك تفتح المجال لأي فرصة جديدة بدون أي تردد مولود برج الجدي عم تجتهد على تحسين وضعك المالي بهدف توفير المبلغ الكافي منه لإدارته بنشاط عمل خاص فيك وبنفس الوقت عم بتجرب تنقل على وظيفة جديدة بامتيازات مالية أفضل عاطفيا كأن الأمور عم تعطيك نوع من الإيجابيات والارتياحات وكأنك رح تتلقى خبر مهم رح يقربك أكتر ما بينك وبين الشريك وكأن الأمور بدأت تكون أفضل وأسهل وباب المصالحات مفتوح ما بينك وبينه وأما العازمين فكأن الأرار ما زال بده وقت لحتى أن تقدروا تستغلوا أو حتى تستفيدوا منه مولود برج قدلوا ما بين البقاء بوظيفتك الحالية أو البدء بمرحلة جديدة عم تتوقف إتمام خطوتك هذه على تحديد نطاق أعمالك الآدمة وتبدو مستعد لأي تغييرات مقبلة مع جهة جديدة عاطفيا عم يختفي اهتمامك العاطفي بالشريك بسبب انشغالك الواضح بأمورك الحياتية وبنفس الوقت تبدو الآن من تصرفاته الأخيرة معك وعدم تفهمه للظروف يلي عم بتعيشها بالوقت الحالي مولود برج الحوت كل مكونات مشروعك الخاص أصبحت متوفرة قدامك بشكل رسمي ولكن عب ينقصها التوقيت المناسب للإعلان عنها والانتقال باتجاه خطواتها الأولى بالإضافة لمشروع سفر تبدو جاهز لتنفيذه عاطفيا بتدي تستعيد جزء من السلامة الداخلة المرتبط بحياتك العاطفية والأجواء تبدو مشجعة للمصالحة مع الشريك أو لاستكمال مشروع خاص بينك وبينه هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية للإسبوع الأول من شهر نوفمبر 2021 ولكن اللي على بينهم يتواصلوا معي أرقام التلفونات عم تظهر بأسفل الفيديو فيكن تتواصلوا معي وتسألوني شو حبين تعرفوا عن مستقبلكم العاطفة أو حتى حياتكم العاطفية إن كان فيها استمرار مع نفس الشريك أو فيها خسارة وحتى كمان وضعنا العاطفة إن كان كمان قادم على عمل جديد أو حتى بقييم بنفس الوظيفة وحتى الست الحامل يلي على بالة تسمي المولود تبعولها وكمان محتارة بالإسم فينا نساعدك بالإسم المناسب والأفضل ليعطيه حظوظ مستقبلية تتناسب مع طموحاته ده لكم بألف خير وبي باي